المالية العمومية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات رئيسة المجلس عرضت أمام البرلمان بغرفتيها التقرير السنوي الخاص بالعام 2021 والذي تضمن تشخيصاً للمالية الخاصة بمؤسسات عمومية على رأسها الصحة والتعليم وصنادق التقاعد والضرائب مجلس الحسابات الذي وعد أليئة رقابة يعرض سنوياً على القضاء المغربية ملفات سستحق المتابعة في قضايا فساد في المال العام أي واحد مطالب بالاستجابة وبالتفاعل وبالتجاوب مع التقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأنه في أخير المطاف يخدم البلاد ويبين على الحكامة كينص على حكامة جيدة سواء في تدبير المالي أو في تدبير الموارد البشرية ثمانية عشر قضية فساد أحالتها المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء بين عامي 2021 ومتم أبريل الماضي فيما تمت متابعة أكثر من 140 موظفاً ومسؤولاً في مؤسسات عمومية منها الصحة والتعليم حسب تقارير منظمات مدنية يكلف الفساد في المغرب سنوياً خسائر كبيرة تقدر بأكثر من 50 مليار درهم ولكن معنى الأول هي الحكومة لأن اليوم قدمته الرئيس الأول ديال المجلس على الحسابات كي وضع اليد دياله على مكامين كثيرة من ديال الضحف ديال الحكومة في تتبع عدد من المجالات وفي الآثر اللي ما كنشوفهش منك يكون منك تقول بأنه تحقق يعني في المداخل شيء كثير لكن من عكش على القدرة الشرائية ديال المواطنين أدرى بين ملايين الدراهم توجد على عاتق أحزاب سياسية أخذتها على شكل دعم غير مبرر في حملتها الانتخابية يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإعادتها لخزينة الدولة وتحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات يأتي في ظل تحريك ملفات فساد ومتابعات قضائية أخرها اعتقال وزر سابق ورئيس بلدية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية قضية يتابعها الرأي العام المغربي عن كثب على أمل كشف ملفات فساد جديدة ومحاسبة المتورطين عفاف بوشيخي المشهد الريباط